أهلا بكم من جديد مشاهدينا أصدرت هيئة شون الأسرة والمحررين كتاب الحركة أنسوية الأسيرة وهي دراسة بحثية عن واقع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال في الفترة بين العام 2015 و2016 هذه الدراسة من تأليف النائبة أو من كتابة النائبة الأسيرة خاليدة جرار والأسيرة المحررة لينا الجربونية تحدث أكثر عن هذا الكتاب أو هذه الدراسة مع الأستاذ حسن عبدرب والناطق الإعلامي بسمها أتون الأسرة والمحررين يسعد صباحك يسعد صباحكم والحرية لأسرانا وأسيراتنا أهلا بكم نعم بداية مثل ما حكينا في المقدمة هذه الدراسة قامت بها نائبة خاليدة جرار أو نائب خاليدة جرار وأيضا الأسيرة المحررة لينا الجربوني في الفترة ما بين 2015 و2016 على ماذا تحتوي هذه الدراسة؟ هذه الدراسة أولا هي أتت كجزء من المساهمة والمشاركات التي شاركت في مصابقة جائزة الحرية للأسرة وهي جائزة سنوية مصابقة سنوية تنظمها هيئة شؤون الأسرة والمحررين في مجالات مختلفة عام 2016 كان من ضمنها المجال البحثي وتناول موضوع الأسرة بشكل كامل أو الأسيرات وبالتالي كان هذا البحث الذي أعد من عميدة الأسيرات في حينه الأسيرة المحررة حاليا لينا الجربوني والنائب خاليدة جرار التي كانت أيضا معتقلة خلال هذه الفترة شاركنا من خلال هذا البحث وفزنا في المرتبة متقدمة وتم طباعة هذا البحث ليتناول العديد من المحاور الرئيسية الخلفية القانونية يتناول أيضا سياسة التعذيب والانتهاكات لمصلحة السجون وسلطات الاحتلال بحق الأسيرات ظروف الأسيرات القاصرات الأسيرات المصابات اللواتي اعتقلنا وهنا ينزفنا دماء بعد إصابتهم أيضا شروط خلفية الاعتقال للأسيرات الخلفية الاجتماعية والوطنية إضافة إلى ذلك طبيعة الألم والمعاناة والمضايقات والانتهاكات التي تعرضت لها الأسيرات بشكل كامل وتناقض كل هذه الإجراءات مع القانون الدولي واتفاقية جنب وبالتالي داخل هذا البحث يجد القارئ جملة من القضايا الأساسية التي تناولت قضية الأسيرات في داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي والضغط العصبي والنفسي والاجتماعي والسياسي أيضا الذي تعيشه الأسيرات في داخل السجون في فترات مختلفة نعم أستاذ حسن فيما يتعلق بكون هذه الدراسة هي توثيق لهذه المرحلة تحديدا في حياة الأسيرات هل هناك هل سبق وجود دراسات سابقة عن ذات الموضوع أو أن هناك ما يميز هذه الدراسة هناك كتبات فردية كانت ولكن ما يميزها أنها كتبت من خلال النائب خالد جرار وهي عضو مجلس تشريعي ومسؤولة لجنة الأسرة في المجلس التشريعي وهي كتبت خلال فترة الأتقال لها وأيضا الطرف الآخر في الكتابة عميدة الأسيرات الفلسطينيات وهي لنا الجربوني التي أنضت نحو 15 عاما في داخل المعتقلات الإسرائيلية وبالتالي نحن تحدث عن تجربة غنية تجربة واسعة عن عمق وأيضا كيف تمكنت الأسيرات من استثمار حالة الأتقال وتوجيهها بشكل إيجابي من خلال تنمية القدرات والمواهب والتعليم والتدريس والتثقيف العام للأسيرات حتى تستفيد كل واحدة منهن من خلال فترة الاعتقال في تنقل حفاظ على ذاتها الوطنية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية أستاذ فيما تعلق بتبني الهيئة لمثل هذه الدراسات تبني الإنتاجات داخل السجون أدب السجون وخاصة كمانا منحكي عن دراسة ربما تحتوي دراسة وليست أدب فقط تحتوي على تجارب في ذات الوقت تحتوي على أرقام وإحصاءات توثيقية لحياة الأسيرات في سجون الاحتلال بالتأكيد نحن نعمل سنويا على إصدار العديد من الإصدارات سواء كان ذلك على شكل كتيبات أو دراسات وأبحاث أو كتب يتم كتابتها في تتناول مجالات مختلفة فيما يتعلق بالحركة الأسيرة وظروف الأتقال والمعاناة التي يعيشها الأسرة نحن نتحدث عن جانبين الجانب الأول هي رحلة العذاب والألم والمعاناة والحرمان التي يعيشها الأسرة والقهر والممارسات الإنسانية التي يعيشونها داخل السجون سواء كانوا أسرة أو أسيرات نتحدث أيضا عن الجانب الآخر الجانب البطولي والنضالي لهؤلاء الأسرة والأسيرات في داخل السجون وبالتالي هذا كله يكون في أي دراسة في أي بحث في أي كتابة حول الأسرة يتم التناول هذين البعدين البعد الوطني النضالي والبعد المأساوي والألم والقسوة التي يعيشها الأسرة طبعا الارتكاز في هذه الجوانب يستند بالأساس إلى الجوانب القانونية والقانون الدولي واتفاقيات جينيف واتفاقيات مناهضة التعذيف واتفاقيات حقوق الطفل وأيضا المعاهدات الخاصة بالمرضى كل هذه المنظومة القيامية الدولية هي المحرك الأساسي والسند الأساسي في عملية تقييم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتهم الدائمة من انتهاكات وجرائم ترتكب بحق الأسرة والأسيرات نحن نتحدث هنا عن عشر أسيرات قاصرات البعض منهن حكمت بأحكام عالية مثل الأسيرة فرح بكير أيضا هناك أسيرات تعرضن لإصابات وحتى الآن يحتجن إلى علاج وعلاج طبيعي وهذا لا يتوفر لهن في داخل السجون الاحتلال سواء كنا موجودات في سجن الشرون أو في سجن الدمون حيث يعتجز الأسيرات الآن في هذين السجنين وبالتالي نحن نتحدث عن معاناة مستمرة حتى ما بعد انتهاء فترة التحقيق والمحكمة سيد حسن فيما يتعلق بهذه الفترة تحديدا التي تناولتها الدراسة بالتحليل من 2015 حتى 2016 والاعتقال على خلفيات اجتماعية هل كان هذا شيء جديد فيما يتعلق بالحركة الأسيرة للأسيرات؟ بالتأكيد هذا الموضوع هو موضوع لافت من الناحية الوطنية والناحية الثقافية والوعي الاجتماعي لدينا عندما توثق الباحثتان لينا الجربوني وخالد جرار أن هناك 46 أسيرة كنا في تلك الفترة من أصل 93 حالة اعتقال كنا دافع الرئيسي لهن الهروب من الواقع الاجتماعي وعلى خلفية اجتماعية وفرغ هذا الكبت وهذا الظلم وهذا القهر وهذا الضغط الاجتماعي والأعباء النفسي التي كنا يعشنها بين أوساط أسرهن فرغ هذا الكبت وهذا الغضب ضد الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي في السجن كان هناك عدد سقل لشخصية الفتيات الأسيرات من خلال التطقيف والتوعية والتعليم ولكن بالتأكيد هذا الموضوع يستوجب التوقف أمامه من قبل المؤسسات والأطر النسوية للتطقيق في هذا الجانب لرفع الظلم والقهر التي تعيشه بعض الفتيات وبعض النسوة في داخل الأسر الفلسطينية لأننا عندما نتحدث عن هذا الشق فهذا مؤشر بأن هناك خللا ما في الحياة الاجتماعية وهذا موجود في كل مجتمعات العالم ولكن هذا الجانب يحتاج إلى مزيد من الدراسة مزيد من البحث وأيضا التطقيف في هذا الجانب نعم سيد حسن فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني كان هناك محاولات إخفاء أو ربما عدم الاعتراف بهذا الواقع تحديدا خاصة تخوفا من استخدامه من قبل الاحتلال بأنه هناك أسباب أو كل هذه الانتفاضة أو كل هذه الهبات المقاومة ضد الاحتلال هي على خلفيات اجتماعية لكن الآن يعني وجودها في دراسة مصدقة ومعترف بها من قبل الهيئة يدل على أنه يجب أن ندرس الواقع تماما ونشرح ونحلل ونبحث عن الإجابة بالتأكيد هذه الدراسة أشرت إلى شيء واقعي وهذه الحقيقة موجودة ولكن لا نستطيع أن نطلق من كافة الأسيرات هنا على خلفية اجتماعية أو دافع هو كان دافع هروب من الواقع الاجتماعي الذي تعيشه هذه الأسيرة أو تلك ولكن في النهاية صبت جام غضبها في الثأر من الاحتلال كونه هو المسبب الأساسي للعديد من المشاكل الاجتماعية عندما يكون هناك البعض لا يعمل هناك بطالة في البيت لا يجدون ما يأكلونه في البيت بالتالي دفع أدى إلى ضغوطات اجتماعية معينة البعض يتعاطى المخدرات بسبب واقع اجتماعي قد يكون الاحتلال سبب مباشر في ذلك أو غير مباشر وبالتالي كانت تنفيس من خلال التوجه إلى الحواجز أو القيام بأعمال ضد الاحتلال الإسرائيلي هروبا من قسوة الواقع البعض الأسيرات أرغمنا على الزواج في سن معينة من أشخاص لا يتلاءم مع تطلعاتهم أو الارتباط بهم وبالتالي هذا أدى إلى حدوث مثل هذه القضايا أعتقد هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث مزيد من التأني مزيد من الدراسة وهو ليس معيبا ولا مخجلا الحديث به ولكن نحن ننأى بأنفسنا عن الغوض في التفاصيل والأسماء في هذه الجوانب ولكن بشكل عام نقول هنا أسيرات حاليا معتقلات على خلفية القيام بأعمال ضد الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن الدافع الذي كان بالأساس دفعهن للقيام بهذا العمل وبالتالي نحن نقوم بمتابعة ظروفهن وشروطهن الأتقالية من خلال المحامين من خلال ما يتم تقديمه لبقية الأسرة من كنتين وضمان اجتماعي ومخصصات للإعالة بشكل كامل متكامل وأيضا في داخل السجن يتلقي نوع من التعليم ونوع من التثقيف من خلال كوادر الحركة الأسيرة في أوساط الأسيرات أنفسهم سيد حسن فيما يتعلق باستثمار هذه الدراسة بحيث تكون في متناول الجميع أو أي شخص ممكن أن تكون مرجعية للكثيرين اللي هم ببحثوا في واقع الحركة الأسيرة للأسيرات نعم هذه الدراسة موجودة لدينا وهناك أيضا العديد من الدراسات والأبحاث وهناك أيضا أوراق عمل قدمت في مؤتمرات وبيانات صادر عن مؤتمرات نظمت لقضايا الأسرة والمعتقلين مؤتمرات عدة عقدت في أريحة وعقدت في عمان وفي المغرب وفي الجزائر وأيضا كان هناك مؤتمر قبل بضعة أشهر في شهر أذار الماضي في عقدة في رمالة حول اتقال الأطفال وبالتالي نتحدث باستمرار هناك أوراق عمل هناك أبحاث هناك دراسات حول هذا الموضوع وهي متوفرة لدينا في هيئة شؤون الأسرة والمحررين بالإمكان أي إنسان أن يتناولها وأن يحصل عليها للدراسات والأبحاث البعض قام بعمل رسالات ماجستير والبعض الآخر رسالات دكتورا في موضوع الأسرة والمعتقلين نعم المهم جدا أيضا استعراض ربما في كما ذكرت مؤتمرات عن مستوى المحلي وأيضا عن مستوى العالمي لأنه هو توثيق لهذه المرحلة هل هناك مستقبل ممكن يكون موجود أيضا أو تقديمه في محافر ربما دولية بالتأكيد نحن نعمل على تقديم كل هذه الدراسات ونشرها وتوزيعها وتعميمها لتكون في متناول الجميع عندما يكون هناك مشاركات ومساهمات في مؤتمرات دولية حتى باللغة الإنجليزية ولغات أجنبية نعمل على ترجمة ما هو ملائم ويتم تقديمه بالشكل اللائق والمناسب في هذه المحافل الدولية قبل نحو ثلاثة أسابيع كان هناك إنعقاد لمجلس حقوق الإنسان في جينيب شارك فيه الأخ عيسى قراقى رئيس الهيئة والأخ أكرم العيسى وهو مدير العلاقات الدولية وتم تقديم وثائق وشهادات باللغة الإنجليزية تتلاءم مع لغة المشاركين في هذه المنتديات الدولية وهكذا نتعامل ليس فقط باللغة العربية لوحدها في المجتمع المحلي وإنما أيضا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والبرلمانات والهيئات الدولية نخاطبهم بلغات أخرى نعم وستاذ حسن فيما يتعلق بالمتابعة من قبل هيئة شؤون الأسر والمحررين للأسرة المحررين والأسيرات تحديدا يعني نعرف الظروف النفسية والاجتماعية التي يمكن تواجههم بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال وخاصة لما نتحدث عن أسيرة مثلين الجرموني قضت 15 عاما وكانت عميلة الأسرة في سجون الاحتلال نعم هناك متابعة بالتأكيد للأسيرات اللواتية تحررنا البعض منهم قد يكون بحاجة إلى تأهيل نفسي وعصبي واجتماعي نقدم لهم هذه الخدمة لدينا تعاون مع العديد من المؤسسات في الرعاية الاجتماعية مع وزارة التنمية الاجتماعية حاليا أيضا لدينا اتفاقية تعاون مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب لدينا أيضا تفاهمات مع مؤسسة الدفاع عن الأطفال لدينا أيضا تعاون وثيق مع الويم سي اي بالإضافة إلى برامج أخرى لها علاقة بالتأهيل الأكاديمي التعليمي في الجامعات والمدارس كذلك الأمر تقديم الرعاية الصحية البعض إذا كان ما كانت بحاجة إلى علاج نفسي واشراف نفسي ومعالجة نفسية يتم توفير ذلك من خلال الاستعانة بمختصين في هذه المجالات نعم كل شكر لوجودك معنا سيد حسن ودائما يعطيكم ألف عافية على كل هذا الجهد شكرا مشاهديا ننتقل إلى فاصل قصير ومتواصل معكم